اشتركوا في القناة رواد الأعمال ممن لديهم مشاريع ريادية مميزة قائمة على التكنولوجيا والابتكار ويركز البرنامج على توفير التوجيه والموارد والدعم اللازم لمساعدة المؤسسات الناشئة وتسريع وطيرة نموها ونجاحها في السوق وفي هذا الإطار يأتي هذا البرنامج ليدعم 36 مؤسسة قابلة للتوسع على مدى السنوات الثلاث المقبلة من خلال دعم حضانة الأعمال وعمليات التسريع وسيتم دعم مساعدة رواد الأعمال ممن لديهم مشاريع وأفكار ريادية على مداري الستة أشهر وبهذه المناسبة قالت السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين إنهم حرصوا على دعم هذا البرنامج الجديد بالتعاون مع هامبرو بيركس والذي يوفر إطارا متكاملا لاحتضان المؤسسات الناشئة وتزويدها بالمعرفة والموارد والأدوات اللازمة لمساعدتها على التغلب على التحديات التي قد تواجهها في المراحل المبكرة لتأسيسها ومن ثم دفعها نحو تحقيق النمو والتوسع ورفع سهمات منظومة ريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني بشكل عام والآن نترككم مع سعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية عقد بنكو ساندرد شارترد بالتعاون مع بلومبرغ انتليجنس جلسة نقاشية حول أهم التوجهات التي تؤثر على الأسواق الناشئة هذا وناقشت الجلسة التحولات التي تشهدها الأسواق في ظل بيئة اقتصادية متغيرة باستمرار بما في ذلك العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا حيث هدف المشاركون إلى تزويد المستثمرين والشركات بفهم شامل وتحليل مفصل للتحديات والفرص التي تواجه هذه الأسواق مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة في ظل هذه الظروف المتغيرة وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة نورا النصف رئيس قسم الاتصالات والتسويق لمنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد شارترد مرحبا بك في النشرة الاقتصادية وفي البداية استاذة يعني لو تحدثين حول أهمية عقد هذه الجلسة النقاشية خصوصا إنها كانت تشمل قضايا اقتصادية محورية للفترة الحالية مساء الخير وشكرا على استضافتي اليوم حبيت اليوم بس أتكلم بشكل مبسط عن الجلسة النقاشية التي عقدها بنك ستاندرد شارترد بالتعاون مع بلومبرغ انتليجنس الجلسة ناقشت كذا محور ركزت على كيفية لعبة تغيرات الجيوسياسية وتدفقات رأس المال وارتفاع اسعار الفائدة والانتخابات الأمريكية القادمة وكيف أن كل هذه المحاور تلعب دورا محوريا ومهم في الأسواق هذا العام وكنا حابين أن نشارك كل هذه المحاور وكل هذه النقاش مع المستثمرين والشركات والحضور التي حضروا هذه الجلسة ونقدم شرح مبسط وشامل وتحليل مفصل للتحديات والفرص التي تواجه هذه الأسواق طبعاً هذا الفهم يساعد بعدين على اتخاذ قرارات استثمارية في ظل الظروف المتغيرة بالتأكيد الأستاذ نور النصف رئيس قسم الاتصالات والتسويق لمنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد شارتر شكراً جزيلاً لك